إلى ذلك اعتبر النائب عن المكون الإيزيدي شريف سليمان إن إعادة بقايا داعش الإرهابي من مخيم الهول السوري إلى العراق وتوطينهم في محافظة نينوى سيزيد من المخاطر الأمنية فيها وأضاف إن داعش فكر وليس سلاح وأن العراقيين قادرين على مواجهة السلاح مشيرا إلى أن قاطني مخيم الهول ليسوا بنازحين بل بقايا داعش وضعوا في هذا المخيم بعد تحرير الباغوز إذلك يشكلون قنابل موقوتة تهدد الأمن القومي العراقي